بمشاركة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في الرياض مع وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو ويأتي هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء المالية في دول المجلس مع مديرة البنك الدولي مساء أمس كريستين لغان على هامش الاجتماع الخامس بعد المئة لوزراء مالية دول الخليج العربي في الرياض التفاصيل مع مراسلنا سامي لحمود من الرياض بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاجتماع الأول للجنة المشتركة لغزراء المالية بدول مجلس التعاون مع وزير الخزانة الأمريكي السيد جاك ليو تم خلاله بحث القضايا المالية والنقدية المشتركة بين دول مدلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعنا الآخر مع وزير الخزانة الأمريكي أيضا كان الهدف منه الحديث عن مجموعة من الأمور التي تهمنا كيفية زيادة التعاون والتبادل المالي والاقتصادي وكيفية تسهيل إجراءات التحويلات المالية لجميع المؤسسات من خلال الأنظمة الموجودة حاليا وتطويرها بحيث يستطيع كل من يريد أن يحول المال بسهولة وبيسر وفق الأنظمة المعمول بها حاليا لدينا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت في تقرير لها منتصف العام الحالي أن دول مدلس التعاون مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها أكثر من 231 مليار دولار حيث احتلت مملكة البحرين ودولة قطر المرتبتين الخامسة والسادسة خليجيا من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية هذه النوع من العلاقة وتطويرها والتشاور في كل ما يخص الاقتصاد العالمي أيضا يعطينا فرصة لمزيد من التنسيق وأيضا لمعرفة الجانب الأمريكي بالفرص والتحديات كما نراها نحن في دول مدلس التعاون وكشف التقرير الصادر عن الخزانة الأمريكية أن استثمارات الدول الخليجية تتمثل في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط ولا تشمل استثمارات دول الخليج في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة الاجتماع الخليجي الأمريكي هو الأول من نوعه على مستوى وزراء المالية في دول المجلس مع وزير الخزانة الأمريكي والذي سيعقد بشكل دوري بين الجانبين سامر حمود تلفزيون البحرين الرياض ترجمة نانسي قنقر